الاستثمار في الأملاك الوقفية تنفيذية الصادر في جريدة رسمية توجه ثمنه المستثمرون مطالبين بإعطاء الأولوية للمؤسسة الجزائرية نحن من الأفضل أن الشركات الأجنبية تدخل في شراكة التي تكون ثقيلة من نوع الثقيل في المؤسسة ثقيلة لأننا ما زال لومارشي أرجنريا محتاج لليد العاملة الجزائرية شوفوا بالشباب الجزائري ربي حاجة ماسة لأنه يوقفوا الجانب ويطالوا الدفع وتحفيز ويزيد يخدم وأظن أن أحسن طريقة أرتأت أن تقدمها وزادة شهر الدنيا هي طريقة هذه لأن تسيرها من طرف مستثمرين أو خواصة أو أمكان محلين أو جانب أحسن من تسير إداري البيروقراطي ليخلي دائما عدم وجود عائدات كافية وحتى لو كان كين هناك عائدات يمكن أنه لا يتم التحصيل المتتبعون لشأن الاقتصادية اعتبروا أن نجاح هذه الإجراءات مرهون بغدة شروط لمن سوف تمنح هذه الاستثمارات؟ هنا إشكالية أخرى هل سوف تمنح لأناس لهم طموح اقتصادي من أجل مساعدة الدولة الجزائرية ومساعدة المواطنين والاستفادة هما كذلك كأشخاص وكمؤسسات أم سوف تمنح كذلك لأشخاص سوف يستفيدونهم بدون أن تستفيد الجزائر أو الحكومة أو المواطنين لما نوضع الديتكس والعقلية غير محينة غير مؤهلة لاستقبال مثل هذه المشاريع اللي هي الإدارة الجزائرية لهذا أنا أفضل أن نستعمل منطق آخر هو تغيير ذهنية الإدارة الجزائرية في عالم الاقتصاد عيادة وقفية، بنك وفندق وقفية مشاريع تم توقعها كخطوة أولى لتفعيل هذا التوجه ميدانياً سيدبعه قبل نهاية شهر أكتوبر استثمار أراضي وقفية ذات أهمية بالغة في ولاية سيديب العباس اشتركوا في القناة